اشتركوا في القناة بتوقيت جرينيتش المساء من سكاي نيوز عربية الفقر في العالم الإسلامي من المسؤول لم يكن عالمنا يوما ما مثاليا وعلى مر العصور كان هناك أغنياء وفقراء لكن التقدم العلمي والتكنولوجي وتبني مفاهيم حقوق الإنسان وأيضا التوزيع العادل للدخل كلها عوامل سهمت في تقليص هذه الفجوة ولو نسبيا غير أن الفقر والمجاعة لا يزالان متفشيان بكثرة وخاصة في العالم الإسلامي وهنا يفشر الخبراء إلى هذا التناقض فالعالم الإسلامي ككل ليس فقيرا بل يحظى بكثير من الموارد لكن دولا مثل أفغانستان واليمن والسودان أدرجت عام 2011 على قائمة الأمم المتحدة للدول الأكثر فقرا في العالم وغالبا ما تتجه أصابع الاتهام إلى الحكومات أو من يدور في فلكها من متنفذين الفقر في العالم الإسلامي من المسؤول موضوع حوارنا هذا المساء على سكاي نيوز عربية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نرحب بضيوفنا في حوار المساء هنا في الاستوديو المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية سابقا عبدالعزيز الركبان وأيضا ينضم إلينا من القاهرة رئيس قسم البحوث الاقتصادية بجامعة الدول العربية بحجة أبو النصر ويمكنكم أيضا المشاركة في الحوار من خلال طرح أسئلتكم واستفساراتكم على تويتر وفيسبوك ولكن قبل أن نبدأ النقاش موجز من الأنباء الفقر في العالم الإسلامي هو موضوع حوارنا هذا المساء على سكاي نيوز عربية ونرحب من جديد بضيوفنا هنا في الاستوديو المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية سابقا عبدالعزيز الركبان وأيضا من القاهرة رئيس قسم البحوث الاقتصادية بجامعة الدول العربية بحجة أبو النصر ونذكركم أيضا بأن بإمكانكم المشاركة في الحوار من خلال طرح أسئلتكم واستفساراتكم على تويتر وفيسبوك بداية نمسي بالخير على ضيوفي الكرام أبدأ معك سيدة عبدالعزيز وبما أننا نتحدث عن الفقر نود تعريف الفقر حسب مؤشرات الأمم المتحدة بسم الله الرحمن الرحيم نعم الفقر اليوم هو المعيار الدولي أو من البنك الدولي والأمم المتحدة وهو ما يقارب دولار ونص الدخل الفرد في اليوم مع الأسف هن في العالم الإسلامي والعالم العربي أكثر حضا بهذه الأرقام ما يعسفني كما لو أخذنا مثال غزة وهي تعتبر أكبر سجن في العالم الآن 80% من سكان غزة يعيشون تحت خط الفقر وهو مليون ونص اليوم بالفعل لو تكلمنا عاما عن عدد سكان الوطن العربي خاصة ما يقارب مع العلم لا توجد إحصائية دقيقة لهذا وعدم الشفافية بالأرقام هذه مأساة اليوم وهذه الأعداد الفقر كثيرة فيها بس لو تكلمنا عن الجوع بعد وهو جزء من هذا الفقر فاليوم يوجد في العالم ما يقارب مليار شخص جائع حول العالم في اليوم يموت 25 ألف شخص تخيل أخفي صد فيه كل خمس دواني نفق الطفل ومرأة بسبب الجوع 52% من هذه الأرقام هي في الوطن العربي والوطن الإسلامي معنات أن عندنا مشكلة كبيرة ومشكلة الفقر ولا تنسى لما نتكلم عن دول إسلامية هي 52 دولة في منظار الأمم المتحدة من 196 دولة لماذا في رأيك الأرقام بهذا الحجم الكبيرة في العالم العربي والإسلامي أعتقد لي عدة أسباب منها الكوارث الطبيعية نحن محظوظين بالمشاكل السياسية محظوظين يعني نتفائل فيها فأنا أعتقد وجودنا في منطقة مضطربة بالفعل هذه مشكلة لنا وأرقامنا تزداد ومع الأسف أني أقولها الآن في الربيع العربي ما يسمى هذه هي نقصة بالفعل للوضع العربي للاقتصاد العربي ويمكن كثيرين يتحدثون عن هذا أفضل مني لكن تحدثت عن محظوظين يعني لكن محظوظين نعم بالفعل في الوطن العربي والإسلامي بالموارد وأيضا إمكانية الاستفادة منها لكن مع الأسف لا يتم الاستفادة لمحاربة الفقر وأيضا تنمية الاقتصادية على الرغم من كمية الموارد الكبيرة التي يحظى بها العالم الإسلامي والعربي لماذا فرأيك؟ أنا أعتقد نحن لا نفكر في التنمية المستدامة وهي هذه من أهم المواضيع في الوطن العربي دائما تجدنا لما تكون عندنا مشكلة ما أخ فيصل رأسا نركض بالإيقاثة بالعينية والمواد الغذائية الوطن العربي ليس بحاجة الوطن العربي ليس أفريقيا الوطن العربي بحاجة إلى تنمية مستدامة إلى تعليم إلى أعمال إلى اقتصاد أعتقد أنه الآن مثل ما نرى في مصر ومثال مع الربيع العربي أعتقد مأساة مأساة إنسانية دعني أذهب بالاختصاص الاقتصادي ونقطة الاقتصادية مع السيد بهجة من القاهرة كيف تنظر لما تحدث عنه سيد عبد العزيز عن الأسباب الخاصة بانتشار الفقر في العالم العربي والإسلامي وأيضا لماذا لا يتم الاستفادة من الموارد الكبيرة في العالم العربي والإسلامي لمواجهة ومحاربة الفقر في الواقع لو أعددنا الأسباب الاقتصادية للفقر فقد تكون الحركة غير كافية لنتناول أسباب الاقتصادية للفقر في المنطقة العربية والعالم الإسلامي ولكن أنا أجز بقدر الإمكان عشان نبرز إزاي أن العوامل الاقتصادية هي السبب أساسي وركز أساسي في موضوع الفقر في المنطقة العربية إذا تناولنا معدل النموة الاقتصادية في المنطقة العربية لا يتجاوز خمسة أو ستة في المية هذا المعدل قد يكون مقبول لدولة حقاية تنمية اقتصادية ولكن في الدول العربية اللي لديها معدل بطالة 16% لديها فقر المؤشرات المتوسطة 30-40% لديها تضخم تعدى 16% هذا المعدل غير كافي أكثر من ذلك أن هناك مشكلة أساسية في النمو المحقق حتى في المنطقة العربية أن المستفيدين من النمو الاقتصادي ليست كافة فئات المجتمع العربي ولكن هناك فئة في الدول وأنا أتحدث بالتركيز على الدول الغير نفضية أن هذه الدول يستأثر بأثار النمو عدد محدود من الأفراد قد يكونوا يصلوا إذا كانوا مقدر في سوريا حسب نظمات دولية 5% وفي منصر ما بين 10% لـ 5% كذلك المؤشر الثاني البطالة عندما أتحدث عن البطالة أتحدث أنا المؤشر العام فيه 17 مليون متعاطف في المنطقة العربية معناها 17 مليون ليس لديهم داخل الإنفاق على أسرهم الأمر أكثر سوء إذا انتقلنا إلى البطالة بين الشباب بين الفائل المنتجة أنا فجيت بالأرقام وأنا أذكر أرقام ومرقام دي على فكرة مراكعة من الدول العربية عندما يكون البطالة بين الشباب في المملكة العربية السعودية 42% عندما تكون البطالة بين الشباب في سوريا 74% عندما يكون البطالة بين الشباب في مصر 50% هل عندما يكون هذه الفئة المنتجة في المجتمع العربي هي فئة معطلة ماذا نتوقع بطالة لكن تحدث عن نقطة مهمة سيد بهجاتي تحدث عن نقطة مهمة وهي أن النمو الاقتصادي غير مرتبط بمحاربة الفقر وتقليص هذه الفجوة كيف تفسر هذه النقطة؟ مزبوط أكثر من سبب أولا كما ذكرت أن هناك فئة من المجتمع هم 5% المستفدين من النمو نمرة واحد نمرة اثنين عدم عدلة توزيع الدخل فحسب حتى مؤجر جيني أن بعض الاقتصاديين يراه مضلل وغير كافي للإشارة لمؤشر الفقر على عدلة توزيع الدخل ولكن هو سيء في المنطلة العربية عندما تحدث عن النمو أشر جيني لتوزيع الدخل في دولة زي جيبوتي 65% موجود في مصر تقريبا حوالي 45% في الأردن حوالي 45% معناها أن أصار التنمية لا تنعكس على كافة فئات المجتمع ولكنها تنعكس على فئة دولة أخرى وبالتالي دي حاجة التانية أن النمو أغلبه هو نمو ريعي ليس ناتج عن إنتاج ولكنه هو نمو ريعي ناتج عن طبعا المعروف أن النفض هو الأساس في تحقيق هذا المعدل وإذا استبعدنا الدول النفطية وجينا على الدول غير نفطية هنلاقي معدن نمو للدول لهذه الدول ينخفض عن هذه النسبة اسمح لي أتحدث عن نقطة مهمة جدا برضو في موضوع أسباب الفقر وهذه النقطة هي سبب ونتيجة لعملية الفقر في حد ذاته وهي مؤشر الفساد عندما نتحدث عن فساد المنطلة العربية هنلاقي خمس دول عربية فقط تأتي في الخمسين الأول من اللي لديها فساد مقافض وفي الخمسين حتى خمسين مؤشر مش مش مشجع أو غير يعني نفتخر به ولكن لدينا خمس عشر دول عربية مؤشرات الفساد تصل إلى مئة يعني المؤشر مئة سبعة وستين مئة وسبعين مثلا في دولة زي نعم سنتحدث بشكل مفصل عن هذه النقاط أيضا وعن أسباب وأيضا رؤيتك الاقتصادية سأذهب إلى ضيفنا هنا سيد ابن عزيز يعني كما تحدث سيد باجة من القاهرة أسباب متعدلة على رأسها البطالة أيضا تحدث على أن النمو الاقتصادي غير مرتبط حتى وإن كان بشكل متسارع بمحاربة الفقر داخل هذه البلدان كيف تنظر لما قال هو الآن للطرابات سبب هو بعدم دف العجلة الاقتصادية اليوم كما ترى في الوطن العربي عندنا مأساة الآن لو أخذنا العراق مثال عدد سكان 31 مليون تخيل 15 مليون وهم تغريبا أطفال تعريف الطفل في الأمم المتحدة إلى ما يوصل عبره 18 سنة تخيل منهم من الحروب 5 مليون أيتام مليون غير متعلم الباقي بحاجة إلى مساعدة اليوم نتكلم عن اليمن مثال اليمن وهو المأساة الحقيقية عندنا في الوطن العربي 25 مليون نصف عدد سكان اليمن اليوم بحاجة خليني على البطالة مع اعتراض أنا أبي مساعدات إنسانية لها نصف عدد سكان بحاجة لمساعدة إنسانية لكن مثلا كمثال دول خليج تقوم بمساعدات كبيرة يعني دور ونوعية هذه البرامج حتى أن تستطيع أن تقوم بدعم اليمن من ناحية الاقتصادية وأيضا محاربة هذه الأوجه للفقر صحيح أننا نحن في دهاد في المؤتمر الآن الذي قامناه في دبي وهو تحت رعاية الأمم المتحدة ودولة الأمارات اليوم التجربة الأماراتية لما قامت فيه في اليمن كثير من الدول يقدموا مساعدات عينية انف تعبنا هي يجب أن تكون نقوم ببرامج مثل ما قامت فيه الأمارات لا أرسلت مساعدات إنسانية أرسلت أموال بعيدي آمنة اشتروا من المزارعين حركوا العجلة الاقتصادية لأن مع الاضطرابات السياسية لا توجد اقتصاد مع الاضطرابات السياسية تخيل أنت في اليمن 50% بحاجة لمساعدات إنسانية بس لو تسمع لي الصومال 10 مليون عدد سكانهم 50% لاجئ ونازح بمساعدات فيه مخيمات يعيشون غزة مليون ونصف يعني أنت اقتربت من هذه الصور وأيضا اقتربت من حالات الفقر في هذه الدول هم بحاجة ليس لمساعدات عينيهم بحاجة إلى برامج أو تنمية مستدامة حتى يمكنهم الاستثمار في داخل البلد وأيضا عدم الحاجة مرة أخرى لمثل هذه المساعدات وأن يكون الدخل من الفرد عائد عليه بشكل أكبر من دون الحاجة إلى مساعدات عينية أو غذائية لو أخذنا الصومال الآن كما نعرف ونحن في الأمم المتحدة المشكلة لها أكثر من 22 سنة ونحن نعالجها بعمليات تخديرية وليس عمليات حقيقية بمعنى اليوم لا تنجح هذا الاقتصاد الدول العربية إلا بالتنمية المستدامة إذا لم تجد هذه التنمية أنا أعتقد عندنا مشكلة ما شاهدت في الصومال في العراق تخيل العراق العراق 31 مليون ثاني دولة منتجة للنفط تغريبا تخيل عندها 15 نصف عدد سكانها أطفال في حاجة المساعدة من الحروب المشاكل الموجودة خمسة مليون يتيم هذه مشكلة شاهدتها شاهدتها بغزة شاهدتها في أماكن كثيرة شاهدتها في اليمن اليوم بالفعل الوطن العربي مأساة وأنا أعتقد خلال الثلاث سنوات الماضية بالفعل مأساة بس لو تسمح لي لا ننسى اللاجئين السوريين اليوم هذه مأساة أخرى تضعف نعم ستحدث معك عن أيضا الأزمات والكوارث والحروب في زيادة الفجوة وأيضا زيادة نسبة الفقر في الوطن العربي والإسلامي أذهب لهذه النقطة وأيضا ما تحدث عنه سيد عبد العزيز أذهب بهذه النقطة إليك سيد بهجة يعني ما تحدث عنه في أهمية التنمية المستدامة وعدم تقديم المساعدات الآنية أو كما تحدث التخديرية لهؤلاء الفقراء وأيضا على غرار المثل القائل يعني أعطني أو أعلمني الصيد ولا تعطني سمكة يعني على غرار هذا المثل كيف يمكن لإنتاج برامج بالفعل تحل مشكلة الفقر في هذه البلدان ما فيه صوت إذن ابقى معنا سنحاول حل هذه المشكلة وسعود إليك يعني تحدثنا سنحاول حل المشكلة مع سيد بهجة أبقى معاك برامج وأيضا اقتربت من عدد من الدول وأيضا صور متعددة للفقر في العالم الإسلامي والعربي يعني تجربتك الشخصية كيف ترى لإمكانية البرامج هل جميع البرامج قادرة على أن تنجح في بلد معين أو هناك فروقات لبرنامج معين ربما لا يجح في هذه البلد عن بلد آخر أنا أعتقد في مكاني السابق وجدت بالفعل فشل بعدم الشراكة بين الدول العربية وخاصة الدول الخليجية مع الأمم المتحدة ومنظماتها أنا أعتقد في فقد حلقة بينهم أنا أعتقد أننا عندنا الموارد والأمم المتحدة عندهم يعرفوا كيف البرامج تعمل وهم أهل الخبرى أنا أعتقد أنها لو هذه اشتركت سواه وما شفناه في ديهاد وهو إنشاء الشراكة بين الجميع أنا أعتقد اليوم نحن بحاجة إلى تنمية بحاجة إلى برامج أكثر اليوم مثل ما تفضل لا تعطيني السمكة أعلمني أصداد السمكة بمعنى اليوم نحن نفقد لو لاحظت كل المساعدات الخليجية الآن وأنا أفتخر فيها كمواطن خليجي بس كلها مواد عينية صحيح في جزء منها يقوم مثل في الأمارات في المملكة العربية السعودية لا ننسى الكويت أو دولة أخرى نعم يقومون بهذا بس أنا قصدي أنه تكثف عليها واليوم عدم الدعم أعطيك مثال اجتماعهم في الكويت ودعم للشعب السوري مثال في أكثر من مليار ونص إلى الآن ما في شراكة مع الأمم المتحدة أو دعمها حتى تصل هذه المساعدات وأنا أعاتب على دول المجلس الدعاء الخليجي وهم كرامان لا شك فيه مع الأمم المتحدة بس دائما متأخرين سنتحدث أيضا عن هذه الآليات وإمكانية إيجاد الحلول لقامة الشراكة أقوى بين الدول المانحة وأيضا الأمم المتحدة يبدو أن الصوت قد عاد لسيد بهجة نعتذر عن هذا الخلل سيد بهجة كنا نتحدث معك عن أهمية التنمية المستدامة داخل هذه البلدان حتى تقوم بنفسها بمحاربة الفقر كيف تنظر لإمكانية ذلك أتفق معك تماما ويبدو أنه فيه توطف في الأفكار أنا كنت أتدخل في هذه النقطة بالتحديد أنه فعلا لا تعلمني كيف أأكل السمك هناك نصاد السمكة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية للأسف لم تأخذ حقها حق ما يجب أن تأخذ من خلاله فحسب المؤشرات المذكورة هناك 85% من طلبات التمويل للمشروعات الصغيرة في المنطقة العربية هي غير متاحة أو لا يمكن حصول عليه وبالتالي يجب أن العمل على المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي الحل الأمثل لقضية الفقر في المنطقة العربية لأن المشروعات الصغيرة لها لمزايا أنها ممكن تصل إلى كافة النجوع والمناطق الفقيرة أنها تعتمد على تكنولوجيا بسيطة أن تحتاج إلى رأس مال بسيط من السهل التسويق منتجاتي وبالتالي هذه النقطة مهمة جدا وهنا أركز على نقطة مهمة جدا لموضوع أين دور المصارف العربية في هذا الأمر نحن لدينا المصارف العربية قرودها خلال العام الماضي حوالي 1.6 تريليون دولار ما هو نصيب المشروعات الصغيرة ومتوسطة؟ النصيب محدود جدا ولكن في الدول اللي حقاقت نجاحات زي تركيا والصين بتعطي المشروعات الصغيرة بسعر الفايدة تقريبا 50% من سعر الفايدة المعلن الأمر الثاني أننا نكلم عن القطاع الزراع والقطاع الريفي هو القطاع الريفي في المنطقة العربية هي من القطاعات التي فيها فقر بطقع وفقر كبير جدا وبالتالي أين دور المصارف العربية في تمويل القطاع الزراعة؟ للأسف بأرقام مؤكدة نصيب الزراعة من القروض في المصارف العربية 1.1 من 10% تخيل مع رقم 1.1 من 10% قطاع الزراعة اللي بيشغل 30% من العمالة في المنطقة العربية لا يصل لها من القروض إلا 1.1 من 10% الاستثمارات اللي بتقوم به الدول العربية نصيب قطاع الزراعة اللي هو القطاع اللي ما زيلت أركز وهو ما سنتحدث عن سيد باجت سنتحدث بشكل مفصل أكثر عن سياسات الاستثمار وأيضا التكامل العربي وأيضا التجارة البينية سنتابع الجزء الثاني من حوار المساء على سكاي نيوز عربية ولكن بعد قليل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر